في محاولة لفك رموز المعادلة السياسية الخارجية الجديدة للعراق اكد مراقبون للشأن السياسي ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كشف خلال تلك الزيارة عن ملامح بعض من تلك السياسة وهي عزمه على وضع العراق لاعبا في تخفيف التوتر الاقليمي وذلك عبر مد الجسور بين الاطراف المتنازعة على مستوى الاقليمي والدولي وغلق مسرح الدخول في التوتر بين ايران والولايات المتحدة خاصة وان كلاهما تربطهما علاقة وثيقة مع حكومة بغداد الحالية خبراء للشأن السياسي اكدوا ان الكاظمي رسم من طهران الخطوط العريضة للعلاقات بين العراق وايران حيث ان الوكالات الدولية القت الضوء على كلمة الكاظمي تلك فيما يتعلق ظروف المنطقة الاقليمية وكيفية ارساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة وفق هذه التحديات الاقتصادية وبعد كورونا وتداولت وكالات غربية اشارات الكاظمي في ذات المؤتمر حيث تعمد رئيس الوزراء ذكرى مصطلحات جديدة في لغة العراق مع الجارة الشرقية مثل استخدام كلمات خصوصية العراق والعلاقات تبنى على اساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية اقول لاخوالنا واشقانا تعامل ثنائي ومتميز وفق خصوصية كل بلد وفق مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية من جانب اخر رأت وكالات غربية اثناء قراءتها للكلمات البروتوكولية اثناء الزيارة ان ايران بدأت في اعداد استراتيجية جديدة في علاقتها مع العراق تعتمد على الدبلوماسية الناعمة كما واشار مراقبون الى ان ايران بدأت في مراجعة سياستها المتشددة اذ باتت لا تمتلك خيارات في مواجهة الضغوط والعقوبات الامريكية الا باحترام سيادة العراق